اشتركوا في القناة 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 موضوع مختلف مع عمر جايب موضوع مختلف ولكن الراجل بيقدر يسيطر المدير برضو الفني الكفر بيسيطر على القصة دي بشكل كبير جدا فكابتل نوائل جمع قدم استقالته ده اللي أنا قلته مبارح ما ينفعش انه هو كان يستنى لازم كان يقدم استقالته والموضوع كان لازم ينتهي بشكل قوي الحقيقة بسني او زي ما اعترضت على مجلد ظهرت نادي الالي في التصرف يعني الحقيقة برضو بسني انه هم استنوا كابتل نوائل يقدم استقالته يعني برضو الراجل تاريخ فالنهاردة اما قدم استقالته قابلناها كانت ممكن تتعامل بشكل احلى من كده ولكن خلاص كويس انطلعت كده لو كانت طلعت اي حاجة غير كده كانت هتبقى شكلها مش حلو وما كانتش هتبقى كويسة لللي جاي لان برضو انت النهاردة اللي جاي ده عايز صلاحيات لو ما يشوف المشهد اللي قابله هتبقى الامور مختلفة والامور صعبة ودايما زي ما قلت لكم النادي الاهلي دايما ليه سيستم او ليه منظومة مختلفة وهي عدم التغيير في النص عدم الرجوع الورى دايما متعودين النادي الاهلي اللي بيطلع ما بيرجعش او اللي بيطلع بطريقة معينة ما بيرجعش تاني حتى لو اختلفت الاشخاص حتى لو اختلفت الادارات ولكن الامور دلوقتي مختلفة حسابات دلوقتي متغيرة ومختلفة برضو سمعنا